اشتركوا في القناة في هذا الفيديو امثلة عما يعنيه ان يتحول امر مستحيل ليصبح ممكنا بطرق لا تقتر ببالكم ابدا فابقوا معنا لا تذهبوا لاي مكان يا اصدقاء لكن وقبل ان نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب واشترك بالقناة حتى يصلكم كل جديد ما تشاهدونه الان هو حالة نادرة لرؤية قوس قزح بالكامل والذي لا يمكن ان تحدث الى لدى توفر العوامل الطبيعية اللازمة بحيث يجب عادة ما يكون الموقع مليئا بالمياه مثل الشدلات الكبيرة او وسط المحيط اضافة الى عامل اخر وهو ان يكون في الهواء ما يكفي من رطوبة ومياه لتعكس اشعة الشمس وتظهر الوان قوس قزح الجميلة وفي بعض الاحيان قد يكون لهذا الامر سبب في ظهور هذا الامر لكن من النادر جدا ان يستطيع احدهم تصوير بداية ونهاية قوس قزح مثل ما حدث مع هذا الرجل والذي قام بما لا يستطيع احد القيام به اربما قليل فقط من رأى امرا مماثلا فهل سبق وشهدتم قوس قزح من بدايته حتى نهايته في مشهد واحد الرياضي مايل ستايلور يعاني من الشلل الدماغي او الشلل المخي وهو مصطلح جامع يشمل مجموعة من الامراض غير المعدية التي تسبب اعاقة بدنية بائمة لكن هذا لا يمنعه من تحقيق حلمه بحيث نشر فيديوهات كثيرة له وهو يقوم بما لا يقوم به معظم منهم في مثل حالته بحيث يستطيع هذا الشاب الشجاع القيام بحركة الرفعة المميتة بوزن مئة تيرطل وهو واضع بوزنه وكلما يقوم به هذا الشاب درجة اسراره وصبره جعلته مثلا حيا على ان كل شيء ممكن ان اراد المرء ذلك حقا وليس غريبا بان يتلقى شخص كهذا اهتمام العالم حيث شجعه شهير ارنولد سوارزنيجر نفسه ولقبه بالبطل ومثل ما تشاهدون الكثير من الامور التي نميز بها بعض من الاخر قد تكون عكس ما نعتقد دائما اللعب بترامبولين هذا الشاب حول قطعة ترامبولين في بحة منزله الخلفية لتجعله يصل الى اتفاع كبير نهيك عن عدد اللفات التي يقوم بها كل ما تفعى عاليا في السماء لكن الجدير بالذكر هو ان الذي يقوم به لا يقوم به كل من يمتلك ترامبولين في منزله ورغم انه يتلقى مساعدة اصدقائه كي يضمن بلغ اقصى ارتفاع ممكن الا انه الوحيد الذي يستطيع القيام بما تشاهدونه الان بحيث بالكاد يمكن حساب عدد اللفات التي يقوم بها على نفسه وبالطبع لم يبلغوا جميعا هذا المستوى بإنالات وضوحها بحيث تدربوا جميعا كي يعملوا بشكل جماعي التحقيق رقم قياسي مستقبلا رغم انهم قد تمكنوا مسبقا من جعل الشاب يطير عاليا في السماء استمرات متتالية مع عدد من اللفات في كل قفزه اعتقد ان بعضكم يرغبوا في تجربة القفز على الترامبولين ايضا بعد مشاهدة هذا المقطع هو ثاني اعلى جبال العالم بعد جبل ايفريست واصعبه تسلقا لوعنته وانحضاره الشديد لكن ما يقوم به هذا المتسلق على قيمة هذا الجبل ليس امرا عاديا مهما بدأ عليه للبعض والجدل بالذكر هنا هو اننا قد نتغاضى عن حقيقة ان نتسلق الجبل لوحده لن يترك للمرء القوى كي يقوم باي شيء سوى التفكير في كيفية العودة لكن لا يمكن التغاضي عن حقيقة ان الاكسجين يقل كل ما زاد الارتفاع عن سطح البحر ما يعني بانه قليل للغاية كي يتمكن الرجل من القيمة بحركات تستهلك الكثير من الاكسجين في العادة ورغم كل هذا تمكن المدعو دي شوربة من اكمال سلسلة حركات ضغط خاصاته بسهولة تامة فهناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون بلو قيمة جبل كي اثنان بسبب اعراض نغسي الاكسجين وشدة البرودة وصعوبة التحرك والتنقل من مكان لاخر فكيف كانت تكون ردة فعلكم لو شاهدتم امرا كهذا بينما كل ما تفكرون فيه هو الاسترخاء قليلا من اجل التقاط بعض الصور والتفكير في طريقة العودة للأسفل تخيلوا ان تشاهدوا اقلاع طائرة لوحدها على حين غره وبالطبع سيكون الامر حي لطائرة صغيرة لكن نادرا ما تكون الرياح قوية ومواتية بشكل غريب لرفع الطائرة بشكل يجعلها تبدو كما لو انها تقلع لوحدها حرفيا والرجل الذي نشر هذا الفيديو صرح بانه قد اعتقد في البداية على ان طائرته قد سرقت لكن ولدى مشاهدات تسجيل كاميرا المراقبة اكتشف بان الرياح هي التي قامت بكل شيء وحمل طائرته لمكان اخر لم يستطع ايجاده لحد الساعة معظمنا سبق وجرب اللعب بالبلبل او الخذروف او الزربوت الذي قد يكون شكله واسمه مختلفا في منطقتكم لكن لا اعلم ان سبق وشاهدتم قيام احدهم بادارة اكبر بلبل على الاطلاق فمثل هذه الامور ممكنة انحدث لدى تعاون فريق للقيام بذلك الاستمرار في اداراته يدويا باستخدام عصي لزيادة سرعة الاتفاف لكن هذا الرجل مثل ما تشاهدون سيقوم بتدوير البلبل بنفسه وهو امر يقوم به منذ سنوات لضمان قوة يومه امام انظار المتفرجين من المرة يجدر الذكر بان فلسطين وبعض الدول شرق اسيا هناك عدة انواع من ممارسات ادارة لعبة البلبل بحيث انها لا تقتصر على الاطفال فقط ومعظم الطلق وانواع ممارسات اللعبة تعتمد على الدقة في التصويب وضمان استمرار الدوران مدة طول قد تكون اسماك الرقيطة مخلوقات جميلة ولابد بانكم قد سبق وشاهدتم مقطع فيديو لسباحة الناس بالقرب منها لكن الجدير بالذكر هو ان ما يقوم به هؤلاء اسوأ من اللعب بالنار لان هذه السمكة تمتلك شوكة او اكثر على ذيلها والتي تحتوي على سمي الفتاكين وقاتل للبشر فكما سبق واشرنا في فيديوها تسابقه حتى الخمير ستيف ايروين توفي جراء محاولته تصوير احدى هذه الاسماك في فيلم وثائقي ومطبع لا تقوم هذه الاسماك بالهجوم او الدفاع عن نفسها الا في حالة احساسها بالخطر لكن الجزم باننا نعرف متى ستحس به امر مستحيل وربما بسبب حبها للسباحة حول الناس والاستمتاع بالطعام الذي يقدم لها ولهذا يوجد نوعان اساسيين يمكن المرأة السباحة معها الاول هو مانتا بيوتريس والثاني يعرف باسم مانتا الفريدو ويعتبر كلاهما من الحيوانات المهددة بالانقراض بفعل التلوث وصيدها من طرف البشر وخصوصا في الصين لكن المقطع الذي تشاهدونه هو للطفل يلعب مع سمكة رقيطة قادمت نحوه للهجوم عليه ونجى بعجوبة رغم عدم معرفته لحقيقة ما سيحدث له لو نجحت في اصابته بسمها تسديد اللكمات تمرن بدني مرهق لكنهم مفيدوا للجسم كثيرا قبل ان يكون مفيدا للدفاع عن النفس ايضا لكن المعروف فيما يخص مثل هذه الامور هو ان مدة وكيفية التدريب عليها تلعب دورا اساسيا فيما يخص القوة والسرعة وعلى ذكر هذه الاخيرة الشاب امامكم الان تمكن من القيام بثلاثمائة واربع وثلاثون لكمة متتالية في دقيقة واحدة وقد تبدو طريقة ضربه للكيس غريبة بعض الشيء لكن عرضها بسرعة البطيئة تظهر على انه دا لكمة تلمس الكيس ولزال الكثيرون حول العالم كله يحاولون تكسير هذا الرقم القياسي العالمي قفزة بوب يومين قفزة بوب يومين الاستثنائية حدثت عام 1968 بحيث استطاع تسجيل اطول قفزة في الولمبياد لدرجة مرت اكثر من اقدين حتى تم تكسير رقمه القياسي والجدير بالذكر هنا هو ان اسم القفزة لم يأتي من العدم لان بوب قفزة حتى تجاوز حد قياس القفز حتى فهذا الرياضي تمكن من تحقيق قفزة بطول 29 قدما وهو ما يعادل اكثر من 8 امتار وقد كان لحياة بوب سيئة عندما كان طفلا سببا فيما بلغه رغم انه يمتلك مهبة طبيعية بحيث ركز على الرياضة منذ سباه لتجنب سلوك الطريق التي لا يحمد عقبها فما رأيكم بخصوص هذا الفيديو يا اصدقاء اخبرونا بعرائكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو في قسم التعليقات نراكم بالفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة